فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله فالضمير في أهوائهم يعود والله أعلم إلى ما تقدم ذكره وهم الأحزاب الذين منكرون بعضه ولا تتبع أهوائهم نعم فالضمير والله أعلم يرجع إلى هذا الصنف الأخير وهم الذين ينكرون بعض ما أنزل على محمد فالله يقول له لا تلتفت لا تلتفت إلى إنكارهم لأنهم لم ينكروه عن حق وإنما أنكروه عن هوى إنما أنكروه عن هوى وإلا يعلمون أنه حق قال فدخل في ذلك كل من أنكر شيئا من القرآن من يهودي ونصراني وغيرهما نعم كل من أنكر شيئا من القرآن من الحق الذي نزل في القرآن أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في هذا أننا لا ننظر إليه ولا نعتبره شيئا وعلينا أن نتمسك بالحق ونسير على المنهج الصحيح صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا نلتفت إلى من خالفنا ما دمنا على حق وهو على باطل ترجمة نانسي قنقر